أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك وهذه مسألة مهمة أن كون الشيء يحصل به المطلوب لا يدل على أنه مشروع ولا أنه جائز لأنه قد يحصل للمشركين بعض المنافع استدراج من الله سبحانه وتعالى ويحصل لعباد الأضرحة والقبور بعض حوائجهم وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه وإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى أو أن ذلك صادف قضاء وقدرا فإن المشركين إذا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه قد يحصل لهم ما أرادوا وأنه يكف سفهاء قومه عنهم وهذا لا يدل على الجواز لأن هذا عبادة لغير الله عز وجل عبادة لغير الله شرك والشرك لا يجوز بحال من الأحوال قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت نعم